المعارضة المصرية في الخارج اللي كان عندها مساحة كبيرة من التحرك عندها أدواتها تمتلك الراحة إنها تقدر تتكلم وتعمل برامج وتعمل منصات إلكترونية إلى إن تأثرها لم يكن بالقدر المتوقع منه إلى إن تأثرها كان ضجيج بلا طحين رحاية وبتلف على الفاضي الحقيقة طبعاً يمكن ده راجع لعدم وجود رؤية سياسية واضحة عدم وجود قيادة حقيقية عدم وجود إدارة حقيقية سواء للسياسة أو للإعلام اللي موجود في الخارج